أقدم لكم أيها السادة خالص اعتذاري لما سأقوله من تصريحات قد تسيء إلى مشاعرك لدي بعض الأسئلة نيابة عن الأجيال الجديدة بدلا من ألف سؤال واحد نود طرحه لكن ليس لديهم إجابات بدأ أصغر رؤساء القارة الأفريقية إبراهيم تراوري حديثه بهذه الكلمات واعتبرها تاريخية من طاولة يلتقي فيها معظم قادة الدول الإفريقية والرئيس الروسي فلاديمير بوتين من قلب روسيا الرجل الذي يتصدر اسمه قوائم البحث وتسمع خطاباته في كل مكان رئيس بوركينافاسو الدولة الأفريقية المنسية منذ سنوات وحتى عقود وهي الآن على الخريطة بفضل قائدها الشاب القوي أصبح معروفا إبراهيم تراوري وهو ضابط عسكري من بوركينافاسو من موليد عام 1988 وهو القائد المؤقت لبوركينافاسو منذ 30 سبتمبر 2022 لقد أطاح بالرئيس المؤقت بول هنري ساندوغو داميبا في انقلاب سبتمبر مباشرة بعد الانقلاب أعلنت تراوري نفسه رئيسا جديدا للحركة الوطنية للحماية والإصلاح في 6 أكتوبر 2022 كما تولى منصب الرئيس المؤقت كرئيس للدولة والقائد الأعلى للقوات المسلحة ووعد بإجراء انتخابات ديمقراطية في يوليو يمكن أن يغير الانقلاب مستقبل القارة إلى الأبد انقلاب رأاه الأفارقة الوطنيون خطوة في الاتجاه الصحيح اعتبره الغرب الفرنسي عملا عدائيا يعارض مصالحهم كان عليهم سماع مثل هذا الخطاب من زعيم يبدو واثقا مما يقوله وما قاله في روسيا كانت الكلمات في شكل أسئلة طرحها شاب حزين على مصير قارته وشعوبها بدأ الرئيس من السؤال وأراد أن يفهم كيف أن قارته غنية بالثروة في الداخل وعلى سطحها قارتها المليئة بالخير والغنية بالمعادن تشرق هناك كل يوم والأنهار والينابيع تتدفق هناك كيف يمكن أن تكون هذه القارة فقيرة بل هي أفقر قارة في العالم كيف يمكن أن تكون هذه القارة جائعة وكيف يمكن للرؤساء أن يتحولوا إلى متسولين أسئلة اعتبرها تراوري مشروعة لكن الإجابة عليها تتطلب شجاعة كما وصف نفسه وباسم جيل جديد بالكامل في إفريقيا وصف مالات له أحوال القارة الفقيرة التي يضطر أبناؤها على حد وصفه بقطع البحار من أجل الوصول إلى أوروبا مجبيرين على الموت في قاع المحيطات ربما ليحيا آخرون غيرهم متناعمين ومستفيدين من خيرات أراضي هؤلاء الغرق الذين تسميهم أوروبا مهاجرين غير شرعيين وبينما يشار إلى ثروتهم بالثروة المشروعة لم ينس تراوري بعد هذه الأسئلة أن يمدح روسيا التي اعتبرها كما وصفها جزءا من الأسرة الأفريقية قال إنه يشترك في نفس التاريخ مع القارة السمراء وذكر ما حدث بين الحرب العالمية الثانية عندما دفع الروس ملايين القتلى لمواجهة الآلات الألمانية في ذلك الوقت في نهاية الحرب عاد النصر للأميركيين والحلفاء وقال إن الشيء نفسه حدث مع أشخاص من قارته تم ترحيلهم منذ ذلك الحين وتجنيدهم في صفوف الجيوش الغربية ووضعهم في الخطوط الأمامية أمام الآلة العسكرية الألمانية دون أي ذكر لهم في صفحات التاريخ الغربي أو أفلام هوليوود الأمريكية عن بطولة الغربيين في مواجهة الجيوش النازية هذا دليل كبير بين كلمات الرئيس الشاب البوركيني الذي وضع نفسه وقارته في نفس الخندق مع مواجهة روسيا للغرب الغرب الذي ألمح تروري إلى أنه من نهب قارته أفقرها وتوسل لما سرق منها كان واضحا في خطاب الذي أصبح الأقوى في إفريقيا أن هذا الوضع لن يدوم بمجرد أن انتهى الرجل من القمة وشكر الروس على كرمهم اتخذ عدة قرارات منها مقاطعة ووقف التعامل مع فرنسا والغرب توقف عن تصدير العديد من المنتجات من بلاده إليهم على العكس من ذلك هدد فرنسا ورجالاتها في إفريقيا بالحرب في حالة التدخل العسكري في النيجر المجاورة أكثر من هذا الرئيس الذي لم يتجاوز الخامس والثلاثين من العمر تمكن من تشكيل تحالف صغير ضم مالي والنيجر مع بلاده وقال إن مهمته هي مواجهة أي مغامرة عسكرية في غرب إفريقيا وهو ما يعني أن أقوال الرجل التي قالها في روسيا ترجمت إلى أفعال على الأرض في إفريقيا وهذا أكثر ما يخيف أعداءه لأنه يربط أقواله بالأفعال تماما كما فعل بوتين مثله الأعلى عندما أعلن أن بلاده ستعود إلى قيادة العالم وأنه لن يسمح للغرب بخنقها وخاض حربا تلو الأخرى كان آخرها أوكرانيا أوكرانيا وهذا التحدي البوتيني للهيمنة الغربية ربما الهم عديدين حول العالم كان منهم الرئيس الشاب إبراهيم تراوري الذي حين بلغ العاشر من عمره كان بوتين قد نودي به رئيسا لروسيا الاتحادية كان قد أعلن الحرب لإطفاء الحرائق في القوقاز لذلك لا أحد ولسيما في عواصم الغرب يرغب في أن يخرج إليهم بوتين بني آخر في قارة لطالما كانت مرتعا لجيوشهم وشركاتهم من أجل عدم وقوع المصائب بشكل فردي على الغرب فجر تراوري مفاجأة قد تسرع في سعي الغربيين للتخلص منه مبكرا على وجه التحديد عندما أعلن أيضا من قلب روسيا عن بناء مفاعل نووي في بوركينا فاسو بدعم روسي وهذا بالتأكيد خط أحمر فرنسي وأوروبي وغربي ولن يحتمل أحد في أوروبا ولا حتى في أمريكا ولادة كوريا شمالية جديدة على اعتاب أوروبا ليصبح الرئيس الصغير سنا أكبر مصدر قلق للجميع لكن بالتأكيد ليس لروسيا وليس لرئيسها من ينظر بفخر إلى تراوري والأجيال الجديدة التي نشأت ونمت معادية للغرب وهيمنته على العالم وهذا يؤكد نظرية بوتين القائلة بأن نظاما عالميا جديدا قد ولد يجب على الغرب والولايات المتحدة قبول ذلك ما لم تنجح محاولة فرنسا لإحباط حركة التمرد الأفريقية وفرنسا لها تاريخ طويل في قمع الثورات فقد حققت ما يقرب من ثلاثين انقلابا في القارة المنهوبة منذ نهاية الحقبة الاستعمارية ثم خرجت مؤخرا للبكاء والبكاء على انقلاب النيجر وخطره على الديمقراطية لم تعد الدعاية الفرنسية تخدع الجيل الجديد في القارة المنهوبة وخرج جيل يمثله شاب لا يخلع زيه العسكري حتى وهو نائم ويبدو انه اعلن شرارة حرب التحرير